السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة كروشيهاتي هنستكمل مع بعض دروس المبتدئات والنهاردة معدنا مع حلقة عمل الدايرة في الكروشي الدايرة في الكروشي عشان اعملها لها طريقتين الطريقة العادية اللي احنا هنشرحها دلوقتي وفيه طبعا الطريقة التانية اللي بتعتمد على الدايرة السحرية هنشرحها في الفيديو الجاي وهنلاقوها بطريقة سهلة جدا وطريقة مختلفة هتكون سهلة وبسيطة عشان تسهل لنا طريقة عمل الدايرة السحرية طيب عشان نشرح الدايرة العادية في البداية خلص طبعا انا بعمل عقدة البداية الدايرة العادية بتعتمد على ان انا بعمل مجموعة من السلاسل وبعد كده بقفلهم بمنزلقة وبالتالي بكون حلقة اشتغل جواها عدد من الاعمدة او عدد من الغرز سواء عمود او نص عمود او حتى غرزة حشو ففي البداية طبعا بعمل عقدة البداية وبعد كده بنبدأ نعمل عدد من السلاسل عدد من السلاسل دول بحددهم على اساس ايه؟ على اساس طبعا لو انا شغالة تبع بطرون فبيبقى كاتب لي عدد السلاسل اللي هبدأ بيهم علشان اقفل بيهم الدايرة او لو انا شغالة من غير بطرون فانا بحدد الدايرة بتاعتي بخليها حجمها بيكون مناسب لعدد الاعمدة اللي بتكون فيها يعني مثلا لو انا هشتغل اتناشر عمود جواد الدايرة فبنحاول ما نخليش الحلقة بتاعتنا ما نخليهاش كبيرا نخليها مثلا اربع سلاسل او خمس سلاسل لو انا هشتغل اعمدة كتيرة لو انا الحلقة بتاعتي هتكون كبيرة فبنزود عدد السلاسل شوية لكن طبعا الافضل ان انا اكون شغالة من بطرون بيحدد لي البداية المناسبة لعدد الغرز اللي هشتغل فيها بعد كده طيب هنا لو شرحت هنبدأ نشرح مثلا ان انا هعمل ستة سلسلة فهقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنعمل كمان سلسلة وبعد كده بنيجي نقفلها بغرزة المنزلقة زي ما تعلمناها ان احنا بتكون في حلقة على الابرة وبندخل في اول سلسلة بالشكل ده وبعد كده بنسحب الخيط وبنخرج من الحلقتين في خطوة واحدة وبكون كده عملت الحلقة اللي انا هبدأ اشتغل فيها الدايرة بيكون دوة طرف الخيط بنبدأ نحطه كده على طرف الشغل او على طرف الدايرة وبنبدأ نشتغل الدايرة سواء ايا كان الغرزة اللي هنشتغلها لو انا شرحت الوقتي على غرزة عمود بلفة فانا بارتفع التلاتة سلسلة اللي هم ارتفاع او العمود وبعد كده ببدأ اشتغل الغرزة كلها اللي هعملها بتكون جوة الحلقة دي فهياخد لفة وبدخل جوة الحلقة ما بدخلش بقى جوة غرزة من الغرز لأ انا بدخل جوة الحلقة وكل الغرز اللي هعملها او كل الاعمدة اللي هعملها بتكون بالشكل ده ان انا بدخل بدخل فين بدخل جوة الحلقة وببقى مخليها طرف الخيط دوت لان انا يعني عايزة اخفيف وسط الشغل فبخليه معايا على الحلقة على الدايرة كده او على السلاسة اللي انا اشتغلتها فبناخد لفة على الابرة وبندخل كده تمام يعني بيبقى فوق الابرة الحلقة او السلاسة اللي انا عملتها وكمان طرف الخيط اللي هو خيط البداية بنعمله كده وبناخد الخيط نسحبه وبنخرج نشتغل الغرزة بتاعتنا عادي خالص ونخلصها طبعا بنبدأ عشان ابدأ اعمل الدايرة بنبدأ نكرر عدد من الاعمدة او عدد من الغرز على حسب البطرون اللي انا شغال عليه او عايز اشتغل او انفذ الحاجة اللي انا هعملها فبتكون عندي الدايرة ان انا بعمل عدد من السلاسة اللي بقفلها وبعد كده اشتغل عدد من الاعمدة جوة الدايرة بالشكل دوت لغاية لما بملأ الدايرة او الحلقة دي بالاعمدة او ان انا بكون ماشية مع عدد معين من البطرون فبنشتغل العدد دوته بننفزه بيكون دوت شكل السطر الاول من الدايرة تمام طبعا بنشتغل عدد من الاعمدة وبنلاحظ ان انا دخولي كله بيكون جوه الحلقة كده احنا خلصنا الاعمدة اشتغلت جوه حلقة السلاسل عدد من الاعمدة طبعا بشتغلهم زي ما البطرون بيبقى ايه للعدد قد ايه بنوصل في النهاية ان انا عايز اقفل السطر الاول ده فبنيجي عند التلاتة سلسلة اللي عملناهم بنيجي في تالت سلسلة وبندخل نعمل غرزة منزلقة وبنقفل السطر الاول وبكون كده عملت الدايرة طبعا طرف الخيط اللي احنا بدأنا به بنكون اخفناه في وسط الشغل وانا شغاله وبنيجي الجزء الزيادة اللي بيبقى لسه ظاهر بنقوم قصينه وحزفينه خالص من الشغل بتاعنا بعد كده عشان اكمل الدايرة ببقى محتاجة ان انا الشغل بتاعي يفضل مفروض فبنتبع حاجة اسمها قاعدة التزايد في الدايرة تابعوها معايا في الفيديوهات الجاية هيكون في درس بعنوان قاعدة التزايد في الدايرة لو عجبكم الفيديو اعملوله لايك واشتركوا على القناة وعملوا سبسكرايب او اشتراك عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة اول ما نزلها كمان تقدروا تتواصلوا معانا على صفحة الفيسبوك اللي هي باسم كروشيهاتي وهتلاقوا الرابط بتاعها تحت الفيديو مباشرة في صندوق الوصف واشوفكم في حلقة جديدة ونستكمل مع بعض دروس المبتدئات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا